طيب انتو تابعتوا معنا في برنامجنا سلسلة البطولات العالمية اللي نجحت الدولة المصرية في صدافتها وتنظيمها بشكل كبير جد 350 لعب ولعبة من 15 دولة بيشاركوا في بطولة العالم للرماية أكتوبر القادم الشهر اللي جاي في بطولة عالم للرماية هتنظم على أرض مصر اللجنة المنظمة بطولة العالم للرماية الأطباق المروحية أعلانة عدد الدول المشاركة في البطولة اللي هتتلاقي في الفترة من 11 ل 18 أكتوبر اللي جاي البطولة دي هيشارك فيها 350 لعب ولعبة من 15 دولة هم إيطاليا الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا جلتيرا أسبانيا البرتغالية رجنتين أرمينيا تشيك المجر اليابان لبنان سوريا السعودية بجانب مصر البطولة دي هتتلاقي على ميادين الرماية بديدة نصر الدولية لألعاب اللومبية في العاصمة القادرية الجديدة دي حاجة جيدة جدا 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 وهيكون حفل الافتتاح بتاعها يوم 12 أكتوبر اللي جاي بإذن الله دكتور عشف صبحي بيعمل اجتماع دولي أو اجتماعات دولية مع اللواء حازم حسن الرئيس الاتحاد الرماية دورية واللجنة المنظمة عشان اجتماعات دورية عشان تخرج البطولة بأحسن شكل لو عايز اجيب لكم حاجة من الكواليس عايز اجيب لكم حاجة من الكواليس ده يعني الحقيقة انفراد الحقيقة لبرنامج الأبطال الدولة المصرية حريصة دي قلت لكم على تنظيم البطولات العالمية على أرض مصر الجديد بقى من الكواليس ان مصر بتسعى لاستضافة بطولة العالم للأندية الكرت السلة اللي بتنظم لأول مرة بعد غياب فترة طويلة وبيشارك فيها أربع فرق عالمية بطل أمريكا الجنوبية وبطل أفريقيا وهيشارك فيها ممثل على مصر نادي الزمالك مصر بتحاول تصدفها ووصلنا لمرحلة متقدمة جدا 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 في المفاوضات مع الاتحاد الدولي والوزارة دخلة بقوة وزارة شباب الرياضة كضامن حكومي لهذه البطولة البطولة دي من الكواليس وجاب لكم خبر يمكن ما فيش برنامج في مصر هيجيب لكم الخبر ده البطولة في شهر فبراير القادم البطولة في شهر فبراير القادم وبتنظم لأول تحدي الدولة الكورت السلة بينظمها بعد غياب سنين طويلة يعني يمكن احنا هجيب لكم بقى استعراضي عشان الوقت هجيب لكم استعراض لآخر مرة تنظمت ومين فاس بيها ولكن بعد غياب طويل التحدي الدولة الكورت السلة قرر يرجعها تاني مين اللي هيشارك؟ اللي هيشارك نادي الزمالك ممثل عن مصر وابطال القراط كلهم هيجوا على أرض مصر بنسبة كبيرة أنا بقول له وخليكم فاكرين انفراد لينا بنسبة 90% البطولة هنا ان شاء الله الاختلاف بس على بعض الأمور البسيطة وبتتحل وتقريبا 80% من الأمور دي تحل فان شاء الله ده خبر من الكواليس ونتمنى طبعا شكلة خلي بالكم بطولة أفريقيا الكورت السلة برعاية الـ MBA يعني البطولة دي هتتشاف كويس قوي في أمريكا دعاية لمصر قوية جدا دعاية للطفرة اللي بتحصل الانشاية في مصر خلي بالكم في ميزة كمان ممكن تقام هذه البطولة الله على ما لمعرفش ممكن البطولة دي تلحق تتنظم في العصامة الإدرياء احنا شايفين الرماية هو الرماية نجحوا ان هم هيعملوا البطولة في مدينة نصر مدينة نصر الدولية للألعاب اللونبية في العصامة الإدرياء الجديدة يعني الدنيا بدأت هيئة ايه اسم العصامة الإدرياء ييجي او المنشأة الضخمة في العصامة الإدرياء بدأ ييجي بجملة مفيدة هو يعني بنقرب الحلم بيقرب فممكن باحتمال كبير البطولة دي تبقى العصامة الإدرياء اكبر دعاية اكبر مشروع قوم يتعامل في البلد عاصمة على مستوى عالي جدا جنريشن جديد جدا من المدن والعواصم العالمية بتتعامل على الأرض مصر هيبقى حاجة كويس انا جيب لكم الكواليس ودي حاجة ان شاء الله ننفرد بيها ببرنامج الأبطال اشتركوا في القناة